اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة ونطالع فيها اهم تداولته الصحف العربية والمواقع اليمنية والبداية من المواقع الاخبارية والبداية من الضحايا الذين ساقطوا في العاصمة صنعا اثرى غارات جوية وتضاربت الانباء حول اعدادهم حيث تابعت معظم مواقع الاخبار ما حدث واردت ارقاما متباينة لكنها جميعا تتعدى المئة بين قتيل وجريح موقع يمن منتر عنوان في صفحته الرئيسية الامم المتحدة تدين استهداف الصالة الكبرى في صنعاء وقال الموقع ادنى منسق الشؤون الانسانية التابعة للامم المتحدة في اليمن جيمي ماكوغو ليدريك استهداف الصالة الكبرى الخاصة بالمناسبة الاجتماعية في صنعاء ودع المسؤول الاممي الى اجراء تحقيق فوري في الهجوم المروع الذي طال الالاف او الاف الاشخاص الذين كانوا يقدمون واجب العزاء وقال ان على المجتمع الدولي ممارسة الضغط والتأثير على جميع الاطراف لضمان حماية البدنيين وشدد على ضرورة وقف العنف ضد المدنيين في اليمن فورا اما موقع الموقع بوست فقد تابع رد فعل التحالف العربي الذي وفقا للموقع تعهد باجراء تحقيق فوري حول حادثة استهداف الصالة الكبرى بصنعاء وقال الموقع ان قيادة التحالف العربي اعلنت عن اجراء تحقيق بشكل فوري من قبلها وبمشاركة خبراء من الولايات المتحدة الامريكية ممن تم الاستعانة بهم في تحقيقات سابقة للتحقق من حادثة قصف الصالة الكبرى وقالت قيادة التحالف في بيان انها ستزود فريق التحقيق بما لدى قوات التحالف من بيانات ومعلومات تتعلق بالعمليات العسكرية المنفذة في يوم وقوع الحادث وفي منطقة الحادث والمناطق المحيطة بها كما اكدت انه سيتم اعلان النتائج فور انتهاء التحقيق انا بخير هذا ما استهل به خالد الرويشان الذي كان ضمن جرح صالة العزاء مقالا صغيرا كتبه عن اللحظات التي عاشها وهو ينجو من الموت وقال الرويشان كيف نجوت وانا على بعد امتار من الصاروخ الاول كيف خرجت اثناء المحرقة حتى البوابة وسط الظلام والبارود الذي اغلق رئتي لا اعرف وحين اصبحت عند البوابة الخارجية للقاعة سمعت الصاروخ الثاني كان وضاح ولدي ممسكا بيدي مثل ملاك نزل من السماء والبندق ما تزال في يده رغم انه كان خلفي مباشرة في القاعة ليس الا ارادة الله ورحمته ثمت اصابة بسيطة في الرأس تم علاجها لتوي دخلت البيت حزني على الضحايا اكبر من الكلام ولقد شعرت انها من الانانية ان اعلن اني بخير بينما لا اعرف شيئا عن مئات الضحايا لكني تغلبت على ظني الانانية واحببت ان اطمئنكم احبائي في اليمن كله اعرف انكم قلقون درجة الموت لكن من يطمئنني انا على مئات الضحايا سانام؟ هل سانام حقا؟ لا اعرف الى موقع عدن الغد والذي تابع جانبا من ردود الفال حول ما حدث في العاصمة صنعاء وعنوان الموقع امريكا تقول انها ستراجع دعمها للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي نيدي برايس ان الولايات المتحدة ستراجع دعمها للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بعد غارة جوية ادات الى سقوط ما لا يقل عن 82 قتيلا في دار عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء وقال برايس في بيان في ضوء هذا الحادث وحوادث اخرى وقعت في الاوينة الاخيرة بدرنا بمراجعة فورية لدعمنا الذي تقلص او قلص بشكل كبير بالفعل للتحالف الذي تقوده السعودية والى موقع المصدر اونلاين الذي تابع جانبا من المعارك التي تديرها ميليشي الحوثي في مناطق متفرقة في البلاد وعنوان الموقع الحوثيون يقصفون قرى مدنية في الضباب ويهاجمون مواقع القوات الحكومية غرب تعيز وقال الموقع جدد المسلحون الحوثيون وقوات صالح من قصفهم المدفعي والصاروخي على قرى سكنية بمنطقة الضباب غرب مدينة تعيز وقال مصدر محلي للمصدر اونلاين عدد من القذائف التي اطلقها الحوثيون المتمركزون في شمال الربيعي وشارعي الستين والخمسين سقطت على قرى الضباب والربيعي غربي المدينة وقال مصدر عسكري ان المعارك تدور على اطراف قرية والتلة الخلوة وجبل المنعم وهذه المواقع تسيطر عليها القوات الحكومية والمقاومة وعلى صعيد متصل ذكر المركز الاعلامي للمقاومة ان اربعة مسلحين حوثيين قتلوا واصب خمسة اخرين فضلا عن اصابة ثلاثة من القوات الحكومية بجروحين متفاوتة محمد جميح كتب ايضا عن جريمة القاعة الكبرى وقال جميح في مقاله المنشور في عدد من المواقع الاخبارية بشعة مدانة كريهة ليس لها عرف ولا قيم ولا اخلاق تلك هي جريمة القاعة الكبرى التي لا يمكن لعبارات الادانة ان تصف قبحها لابد من تحقيق محايد فيها لابد من كشف خفاياها وابعادها لغة التشفي الكريهة التي طفحت بها بعض الصفحات بعد ارتكاب الجريمة تنم عن احقاد مريضة القول بان الجريمة تعد عقوبة الله لمقتل الشدادي قول سخيف لان الشدادي لو كان حيا لستنكرها القول ان ذلك ثأر تعز ينم عن جهل لان تعز ليست ممن يقترف او يؤيد هذا الجرم جلال الموت يحتم احترام ضحاياه ذهب في هذه الجريمة ابرياء كثير ومطلوب من سلطات الحوثيين وحلفائهم ترك التكتم على حجم الفادحة واطلاع الناس على العدد الحقيقي للضحايا والاهم من ذلك كله على الاطراف السياسية ان تعترف ان اليمنيين وحدهم يخسرون من استمرار الحرب وعليهم ان يضحوا لاجل بلادهم لاجل ضحايا اليوم وامس وكل يوم في كل مدينة في اليمن الطرف الذي يرفض وقف الحرب هو المسؤول عن استمرار نزيف الدماء تماما كما ان الطرف الذي يرفض التحقيق هو المسؤول عن جريمة اليوم رحم الله ضحايا هذه الجريمة ورحم ضحايا جرائم الحرب في تعز وعدن ومأرب والبيضاء وشبوى ولحج وفي كل مدينة لا زالت تأن موقع عدن تايم قال في عنوان بارز ثلاثة ملايين عاطل عن العمل بسبب انقلاب الحوثيين وقال الموقع ان الالاف من العاطلين يبحثون عن فرص عمل في شوارع مدينة عدن بعدما خسروا وظائفهم بسبب الحرب التي يعيشها اليمن منذ الانقلاب والتي تسببت في تردي الاوضاع المعيشية في البلاد ووفقا للموقع فقد رفعت الحرب التي شنها الحوثيون على المحافظات من معدل البطالة بعد اغلاق عدد كبير من الشركات والمصانع والمحلات ابوابها وتسريح عمالها يتابع الموقع اكثر المتضررين من هذه الاوضاع العمال الحرفيين وعمال البناء الذين فقدوا مصدر رزقهم بسبب توقف الانشاءات والى موقع المشاهد وجاء في احد عنوينه المتعلقة بالاوضاع المعيشية المتدهرة بصورة يومية الجياع يخرجون عن صمتهم وسلطة صنعاء تتوعد وقال الموقع بدأت الاصوات تتعالى مطالبة برحيل سلطة الامر الواقع التي تسيطر على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء خاصة بعد عجزها عن دفع رواتب موظفي الدولة وظهرت في الوقت ذاته دعوات للخروج في مضاهرة حاشدة ضد الحثيين والرئيس السابق علي صالح الان ذلك كما يقول الموقع يخشاه الكثير من الناس امام من يسيطرون على العاصمة خاصة انهم لا يملكون سوى ثقافة القمع والتكميم الافواه وهي الوسيلة الوحيدة التي يمارسونها ضد من يناهضهم او ينتقدهم وتحاشيا لقيام ثورة فقد استبقت الميليشي الأحداث واقدمت على قطع الانترنت وإيقاف خدمات التواصل الاجتماعي وبالأخص خدمة الواتساب وهي عملية مفتعلة تقوم بها الجهات المعنية للحد من نشاط الشباب وموظفي الدولة الذين اطلقوا دعوات للخروج ضد من يسيطرون على مؤسسات الدولة وذلك بهدف اعاقة التواصل وعدم تحقيق هذه الدعوات لأهدافها جولتنا المصورة اليوم بين ابرز الصور التي وردت في المواقع الاخبارية والتي وثقت لحظات مأساة الصالة الكبرى في العاصمة صنعا لتابع السور ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نذهب الى فاصل قصير قبل ان نعود لنطالع اهمة نقلته الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا نعود معكم مطالعة اهمة كتبته الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من صحيفة العرب الجديد والتي تابعت ما حدث في العاصمة صنعاء وقالت في عنوان بارز غرة على عزاء في صنعاء ومقتل العشرات وقالت الصحيفة العربية قتل اكثر من مائة واربعين قتيلا واصابة خمسمائة وخمسة وعشرين جريح جراء غارات استهدفت عزاء حضره مسؤولون موالون لجماعة الحثيين كما حضره بعض خلفائهم في العاصمة اليمنية صنعاء واكد شهود عيان ومصادر امنية للعرب الجديد ان غارتين استهدفت الصلة الكبرى الخاصة بالمناسبات والواقعة في منطقة الخمسين جنوب العاصمة صنعاء حيث كان يقام عزاء بوفاة والد وزير الداخلية الموالي للحثيين جلال الرويشان تابعت الصحيفة ووجهت جماعة الحثيين وحزب المؤتمر الذي يقوده المخلوع الصالح اصابع الاتهام في الحادثة الى التحالف العربي الذي تقوده الصعودية في خين نفى التحالف في بيان له اي عملية جوية بمكان التفجير في صنعاء والى صحيفة الاتحاد الاماراتية والتي تابعت حدث صنعاء وعنونت الصعودية تعلن عن اجراء تحقيق فوري بمساعدة امريكية بشأن هجوم صنعاء وتقول الصحيفة الاماراتية ان قيادة قوات التحالف العربي قالت انها سوف تجري فورا تحقيقا في الحادثة المؤسفة والمؤلمة التي وقعت في صنعاء مشيرة في بيان الى ان فريق التحقيق سوف يسعى للاستفادة من خبرات الجانب الامريكي ودروس المستفادة في مثل هذه التحقيقات وقالت الصحيفة انه سوف يتم تزويد فريق التحقيق بما لدى قوات التحالف من بيانات ومعلومات تتعلق بالعمليات العسكرية المنفذة في ذلك اليوم وفي منطقة الحادث والمناطق المحيطة بها صحيفة القدس العربي وصفت الوضع او الاوضاع التي تعيشها البلاد وقالت يشهد اليمن حربا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة اخرى مخلفة اوضاعا انسانية صعبة فيما تشير التقديرات الى ان 21 مليون يمني اي 80% من السكان بحاجة الى مساعدات واصفر النزاع عن مقتل 6600 شخص واصابة احو 35000 وفقا لمنظمة الصحة العالمية وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات في البلاد منذ السادس من اغسطس بالتزامن مع تعليق مشاورة السلام التي اقيمت في الكويت بين الحكومة من جهة والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام اي جناح صالح من جهة اخرى بعد استمرارها لاكثر من ثلاثة اشهر دون اختراق جدار الازمة وايقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي جمال حسن كتب عن الحال الذي وصل اليه اليمنيون وهم يتعرضون لكل اصناف القتل وكتب جمال في مقاذه المنشور في يمال نت عندما سقطت صنعاء تم جرف اليمن كليا لهذا المستنقع وامام هذه المأساة والتراجيدية علينا ان نتذكر كل الضحايا اليمنيين وفي كل مكان اولئك من سقطوا ضحايا لجريمة الحوثي وصالح او لمن استعدتهم طائرات التحالف او حتى لمجامع مسلحة تتبع متطرفين لكل ضحايا في عدن صنعاء تعز صعدى وذمار حتى المغرر بهم الذين يقاتلون في المعارك انا ادرك تماما انهم ضحايا بينما مصاصي الدماء يبحثون عن الثراء والتخمة على جثث قتلاهم لن نخرج من هذا المأزق ما لم نعرف اسباب هذا الانقسام المميت صنعته هيمنة فئة اعتقدت ان السلطة حقها في التميز عن الاخرين علينا اولا ان نزيح السلطة عن النزاعات التي تقود حتما للعنف وذلك سيستدعي تشريعات تحقق ماهية المواطن تشعره ان حقه السياسي لم يتعرض للسطو من قبل فئة او جماعة من اقلية او اكثرية اللحق بوهم الصمود وشعارات الحوث وصالح الميتة لن يقود البلد الا لمزيد من الدمار والخراب لعلي اشعر بالاسف لبلوغ هذا المستوى من خطاب الوصايا وربما سقط ما يوحي ببعض الادعاء لانه ليس هناك شخص منا يخلو من نواقص انها ليست توصيات او استدعاء فضيلة انها مجرد اراء شخصية كتبت ببعض التسرع صحيفة الخليج عنونت في احدى صفحاتها وصول اول سفينة الى السقطرة بعد انتهاء موسم الرياح وقالت الصحيفة ان سفينة تجارية وصلت الى ميناء سقطرة بعد انقطاع دم اربعة اشهر بسبب الرياح الموسمية التي يعانيها الارخبيل التي ترتفع خلالها امواج البحر ما يمنع وصول السفن الى الميناء وقال مدير الميناء سالم الدعره ان سفينة التجارية محملة بخمسمائة طن من المواد الغذائية وهي تابعة لاحد التجار المحليين وتحمل مواد غذائية اسعافية لاسواق المحافظة التي تعاني نقصا في بعض المواد الغذائية الاساسية والى صحيفة عقاض السعودية والتي عنونت في احدى صفحاتها الحوثيون فاشلوا في طباعة اربعمائة مليار بسبب شركة الروسية ويؤكد عضو مجلس ادارة البنك المركزي اليمني شاكيب حبيشي للصحيفة عجزت الميليشيات الانقلابية عن طباعة العملة اليمنية باعتبار ان امر الطباعة يحتاج الى موافقة الحكومة الشرعية كاشفا عن فشل محاولة لهم استهدف الطباعة نحو نصف تيلريون لريال يمني وقال حبيشي في تصريح خاص لعقاض تواصل الانقلابيون مع شركة جوزناك الروسية لطباعة اربعمائة مليار ريال يمني لكن تلك الشركة بعثت خطابا الى وزير المالية تطلب فيه موافقة الحكومة لطباعتها لكن الحكومة رفضت السماح بذلك في حينه وضحت ان عملية السيناء في طبع الحكومة للعملة المحلية سيتم على مراحل قد تستغرق نحو شهرين ونصف مضيفا طباعة الحكومة لنحو أربعمائة مليار ريال يمني ستستغرق نحو عشرة أسابيع وستضخ في السوق بحسب الحاجة إليها ضمن مراحل تضمن عدم الوصول إلى تضخم ناجم عن العرض النقدي والطباعة تسير وفقا للقواعد المراعية لهذا الشأن وأفاد حبيشي أن الميليشيات الإنقلابية بعد سيطرتها على البنك المركزي بصنعاء سحبت نحو أربعمائة وخمسين مليار ريال من احتياطي العملة المحلية التي كانت موجودة فيه واستخدمتها فيما أسمته بالمجهود الحربي علماء نوبل وأحوالنا تحت هذا العنوان كتب معنى البياري مقاله المنشوف في العرب الجديد وقال الكاتب ليست قضية تستحق الاكتراث أن عربيا لم يفز بأي من جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيميا التي أعلنت أخيرا وربما يحسب من يثير مسألة مفتعلة كهذه كمن يحمل السلم بالعرض فلا مطرح للعربي في مجرى العلوم وبينما يتراكم من كشوفات واختراعات في هضونه ولما أعطي المصري أحمد زويل جائزة نوبل في الكيميا 1999 كان من البديه أن يشار إلى أن الرجل ابن البيئة العلمية الأمريكية فقد أنجز في مختبراتها وجامعاتها ابتكارة الفيمتو الثانية ولما رحل قبل شهور لم نعمد إلى التعريف مجددا بمنجزه بل آثرنا التذكير بسيسيته وزيارته إسرائيل يدهشك وأنت غير المختص بل وفقير المعرفة العلمية ما صنعه هؤلاء العلماء وأوصل الجائزة الكونية الأشهر إليهم وهذه غالبا ما تمنح في العلوم لأكثر من عالم لا ناقة ولا جمل لنا نحن العرب في هذه المشاغل ومثيلاتها فنيقاننا وجمالنا في مضارب أخرى لا يعنينا نحن العرب في الشرق السعيد هذا التطرف الذي أشغل علماء نوبل هؤلاء به ثم تأرطال مهولة من تطرف آخر يصرفنا عن الاعتناء بتلك الفيزيائي ومثيلاتها وليس بيننا من يحفل بصغائر الأمور من قبيل تلك الجزئيات في الكيمياء ولا بتجمعات الذرات التي أنفق أولئك الفيزيائيون وقتهم في معرفتها ثم تقضايا كبرى أعلى شأن من هذه وتلك نرفع بيارقها في بطاح الشام والعراق مثلا ونقتتل من أجلها لنسمو بها على مباذل الدنيا وإذا كان الياباني أهوسومي قد نانى نوبل في الطب لعمله على تجديد الخلايا في جسم الإنسان والاكتشافه آليات الالتهام الذاتي في الخلية فإن من بيننا نحن العرب من أبدع أي ما إبداع في تجديد الخراب من الخراب نفسه في التهام كل شيء وكل عمران وإحالته حطاما ينجم عنه حطام وهكذا دواليك بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله فنتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة